الأمريكي هو المسؤول الأول عن هذا الانفجار الذي نحن فيه المسؤول الثاني هو الأوروبي الأبلة والساذج والمتخلف عقليا والعاجز لأن الأوروبي ما عم يعمل حساب هاي المنطقة هلأ إذا انفجرت حرب شاملة بين إيران وأمريكا أمريكا بالأطلسي قاعدة وين بدأت روح العالم؟ في مئة مليون نازح بدن يروحوا على أوروبا انفتحت بوابة وانسكرت بوابة وانسكرت البحر وانفتحت البحر ستتحول أوروبا إلى بيئة مسلمة هيك بالمشاب راحي يعني وهؤلاء أغبياء حمقى سذج تافهين حتى ما بيعملوا حساب استراتيجياتهم الأمنية هلأ لبنان بعد شويز ازرق فيه أكتر 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 بمسألة القصف والتدمير سترى مواكب النازحين إلى أوروبا مش سوريين فقط أكيد في مليون سوري بدن يروحوا على أوروبا بس في معهم مليون لبناني ومثله سوف ترى هذه القوافل كلما اتسعت دائرة المواجهة مين له مصلحة يفجر مصر؟ هذا اللعب بالوضع المصري مثلا تفجير مصر يعني دفع مئة مليون مصري أربعين خمسين منهم وين بدن نروحوا؟ باتجاه أوروبا فأوروبا تافهة أوروبا خارج العقل التاريخي هي مسؤول شريك عن هذا لأنه بدون إقامة منظومة قابلة للحياة ما عم نحكي هون عواطفنا ولا عقائدنا عم نحكي بعقل بارد أنه أي حدا بده يعمل منظومة لبلاده وعم تنهب وعم تسرق وعم تعمل فلوس وعمل زعامة وعمل مكانة لتحافظ على هون هي بحاجة إلى بيئة مستقرة سواء في العلاقة مع روسيا من جهة شرقها أو في العلاقة مع العالم العربي الإسلامي من جهة الجنوب الشرقي الحفاظ على الحد الأدنى من ضوابط الأمن الاستراتيجي ما في أوروپا ليس تونه موسيقى